كثيراً ما ركست في الفترة الماضية على محاوظة بغداد وعندما كنت في رمضان تحدثت مع السيد المحافظ وقلت له ما قلت بالمناطق الآن تشاهدون ما يجري في محاوظة بغداد ليش من الأول يا سيادة المحافظ أن يحصل تحصين وأن يحصل هذا وقلت لك يا سيادة المحافظ خلينا نقعد وجه الوجه وطكياها البليد ونسولف على المكشوف وبعينك دقل لك شوف وقلناه الوليد مدير المكتب طفر واللي أنت جبتهم من الصحة وغلط اللي عدتهم شقق أو طلعت الفضايح بالفيديوهات وبكته أنت ما حتشيت والوكلاء اللي صارت والفلوس اللي باقت بالمحافظة على بغدادة التي تأن وما اتخذت قرارات سيادة المحافظ وما قبل التسمع من عدنا ولا قبل تتحاورنا هسا شن اللي صار هاي النتائج زينة هذا أولا شيء الثاني يا سيادة المحافظ بقضية مديرية مديرة بلدية المحمودية التي اعتقلت من قبل النزاهة وكفلت بأربعمائة مليون دينار وسحب جوازها ومنعت من السفر لحين المحاكمة القصة ما انتهت لحد هنا لما موظف بدرجة مدير عام يتهم بفساد والاعترافات عليه بقضية مستشفى النعمان وتضخم أموال وينتظر محاكمة القضاء العراقي بموجب المادة هذه تقبل الكفالة لكن هل يعقل أن يعاد إلى نفس منصبه ليمارس دوره هسا مبسم المحمودية على كل الدولة العراقية شلون يرجع مدير عام يمارس بصلاحيات كاملة يفترض أن تنسح بأيديه وتقول للحبابة أو للوليات أقعد بابا لحين أن تجي محاكمتك ولما تجي محاكمتك إن كنت بريئا فهنيئا لك ويقدم إليك إن كنت متهما فإلى جهنم وبئس المصير هذا أبسط قواعد الإدارة لأنه أنا لما أكون مدير عام متهم وعد تضخم أمواله عليه وثاق راح أرجع الوثاق يمي الملفات يمي أشك هاي أمزق هاي أزور هاي أباديان الوليادات النواب الثلاثة لعمت عيونكم وما نمتل لكم على مدير جسمه ليش لأنه خاف تعترف إذا ما تعترف اليوم تعترف باتش دي ربالكم ترى إحنا نراقبوا وأدري اللي صار وأدري واحدة من النائبات قلبة الدنيا تليفونات وضغطوا ومدرشنوا مريضة وطايحة وعدها سكر وعدها ضغط ندري ندري السلطة التشريعية ونوابها يجب أن تستخدم صلاحياتها ونفوذها بالحق ومن أجل الحق أما أن تستخدم لحماية هذا وذاك هذا اسلوب حفى عليها الزمن الراقب بالمركز والراقب بالمستشفى والراقب بالليل والراقب بالبيوت والراقب بالمكاتب من أجل الحق والعراقين فمن يطيح واحد وتخافون ابطيحونه يا أقسم بذات الله أبقى ألاحقكم فقسروا خطواتكم مع الفاسدين لأن هذه الخطوات ستجعلكم أقرب إلى الهاوية خلوا القضاء الشريف العادل يأخذ مجراء هسذا الحبابة متورطة ويا الحبابة أنا شا سوي له وذا فلال لاغف شا سوي له وأنه بطلعوا الولد حتى بالفايز يشتغلون أم مداني اشتركوا في القناة